في الوقت الذي لم يصح فيه المواطنون بعد من صدمة ارتفاع أسعار صرف الدولار التي انعكست على السوق المحلية حتى دخلوا في صدمة أخرى تمثلت بارتفاع جديد في أسعار بيع المواد الغذائية والخضار التي تزامنت مع حلول شهر رمضان المبارك هذا الارتفاع السريع في الأسعار يعزوه أصحاب محال بيع المفرد إلى غياب الرقابة على تجار الأزمات والذين يحتكرون المنتجات والسلع ويتلاعبون بأسعارها كيف ما شاءوا حتى وإن كان ذلك على حساب المستهلكين مشكلة لساق غير مثلا الدولة أنه تفرض مثلا تسعير مثلا على الشركة تفرض على الشغلات التي تتوردها الشركة ينفسها مثلا أكو شغلات دولاريتها ثابتة غير مثلا من صعد الدولار أن الدولارية تتثبت لا أكو شركات صعدت أصلا مثلا حاجة عليك 24 دولارات الصعدة صارت 4 دولارات ونص صارت 5 دولارات وهي مونها دخل يعني تكسير الدولار هو ثابت نفسه مثلا مجرد أنه سعرها صارت 4 غير يبقى 4 حتى أنه تكسر على مثلا بس مجرد فرق التكسير لا بس الموضة أصلا صعدت نحن كنا نعرف أنه راح ينضرب هاي الشغلة والمواطن لأنه هو المستهلك الرئيسي هو المواطن فلازم هو اللي راح يتضرر فشون متبعوا عليها؟ المشكلة الرئيسية هي الدولار ويرى خبراء الاقتصاد أن السيطرة على ارتفاع الأسعار يكمن باعتماد عوامل عدة يجب أن تتوفر في الوقت الراهن ومنها القدرة على تمويل متطلبات التجارة الخارجية بالعملة الأجنبية وتخفيض الضرائب القمرقية إلى سيما على المواد الغذائية الضرورية إضافة إلى دعم المنتج المحلي وإخضاعه لتسعيرة محددة تتلاءم مع مدخول المواطنين وعلى الرغم من التأكيدات الحكومية بمتابعة ملف ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتسببين في ذلك لأن المواطن لم يتلمس أي نتائج تذكر حسين ياسين الفرات بغداد